التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين تبادل أخلص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وقد أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للشعب والقيادة العمانية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم الشهر الكريم بكل الخير والتقدم وهو ما ثمنه جلالة السلطان معربا من جانبه عن خالص امتنانه للرئيس السيسي ومتمنيا لمصر وشعبها دوام الخير والازدهار كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين تبادل أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيده على البلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ شعبيهما والأمتين العربية والإسلامية من كل سوء ويرزقهم الأمن والاستقرار والرخاء وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام وجه الرئيس السيسي بمواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات التصويقية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للنموض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر هذا وطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة التعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام كما اطلع على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات استشدى فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة خاصة اسرائيلية تستقل سيارة مدنية أطلقت النار بشكل مباشر صوب أحد المحال التجارية شمال طول كرم ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سبعة عشر ضربة جوية على الأقل استهدفت مدينة الحديدة وعدد من المناطق الساحلية الأخرى في غرب اليمن وأوضحت وكالة رويترز أن الهجمات أصفرت عن مقتل أحد عشر شخصا على الأقل وإصابة أربعة عشر آخرين وتأتي الهجمات في أعقاب سقوط أول قتل من المدنيين وغرق أول سفينة منذ بدء قوات الحوثي الهجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي واصلت البعثة المصرية تصدرها لجدول ترتيب دورة الألعاب الإفريقية والتي تستضيفها مدينة أكرى الغانية خلال الفترة من الثامن وحتى الثالث والعشرين من مارس الجاري ونجحت البعثة المصرية في الحصول على أربعة وثمانين ميداليا متنوعة حتى الآن بواقع ثمانية وأربعين ميداليا ذهبية وتسعة عشر فضية وسبعة عشر برونزية انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة